صعوبات جمة يواجهها ضباط وعناصر الأمن خلال أداء عملهم اليومي في مدن عراقية عدة تتميز باتساع نفوذ الميليشيات المسلحة والسطوة العشائرية تدفعهم في كثير من الحالات إلى طلب الانتقال إلى مدن أخرى أو إعفائهم من مهمهم مسؤول بوزارة الداخلية في بغداد قال إن أفراد الأمن وشرطة المرور والنجدة وشرطة الضبط القضائي يواجهون مضايقات وعرقلة لعملهم من قبل ميليشيات الحجد وعشائر مختلفة فضلا عن أشخاص يزعمون انتسابهم إلى مكاتب أحزاب وكتل سياسية خاصة في محافظات وسط وجنوب العراق وأضاف أن الوزارة بصدد توجيه كافة مفاصلها بعدم التهاون مع أي تهديد أو اعتداء على عناصر الأمن سواء كانوا ضباطا أو منتسبين عاديين مبينا أن الوزارة تحركت قضائيا ضد جهات هددت عناصر أمن بينها عشرة قاومت عملية تفتيش في مناطقها وكذلك زعيم ميليشيا المختار واثق البطاط إثر تهديده لضابط في شرطة البصرة بعد اعتقاله لمعمم إيراني متهم بالتهريب بينما تؤكد مصادر رسمية أن الإجراءات تجاه البطاط كانت ضعيفة ولم تتناسب مع خطورة الحادثة فيما أحالت الجهات الأمنية الضابط وأفراد قوته إلى التحقيق بعدما زجته في السجن بتهمة التشهير أحد ضباط الشرطة البصرة قال إن الواجبات الأمنية في المحافظة تكون صعبة وخطرة خاصة عند الذهاب لتنفيذ مذكرات اعتقال أو تفتيش في مناطق مشكوك بوجود مخدرات أو أسلحة أو مواد ممنوعة أو عصابات التهريب نفط فيها لأن كل هذه الممارسات مدعومة من فصائل مسلحة أو أحزاب أو من من لديهم عشائر متنفذة وهو ما يجعل كل من يشترك بهذا الواجب في خطر الملاحقة العشائرية أو التهديد بالاغتيال فيما بعد لذا يلجأ بعض المنتسبين لارتداء قناع أو لثام حتى لا يعرفه أحد ويترصد به إذا ما عاد بإجازة لأهله مبينا أن إجراءات الوزارة الأخيرة لحماية منتسبية الأمن غير كافية ويجب أن تكون مباشرة ضد من يهدد أفراد الأمن مستغلن الحزب أو العشير أو الميليشيات فيما تتوالى التحذيرات من تأثير هذه الفوضى على أمن البلاد التي تعاني أصلا من انفلات وغياب للقانون وهو ما رفع نسبة الجرائم المنظمة سيما تلك التي تتستر بغطاء سياسي من قبل الجهات المرتبطة بالميليشيات والعشائر ذات النفوذ